السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض رز بلبن انا عملته معاكم مرة قبل كده بطريقة الرز سويته في اللبن النهاردة ان شاء الله هنصلق الرز انا بحب طريقة دي جدا جدا و هنعمله مع بعض خطوة بخطوة و هنشوف طبعا الطريقة قدي سهلة و بسيطة و بتدي في الاخر نتيجة حلوة جدا طبعا احنا ممكن نستخدم الرز بلبن ده كبديل في السحور للزبادي بيبقى حلو جدا و مغزي طبعا انا حطيت حوالي كوباية رز و معاها كمان حوالي نصف لتر مية و سبتهم على النار لحد ما استوهوا خالص و وصلوا معايا للقوام اللي انا عايزاه و حطيت عليهم اتنين لتر من اللبن او الحليب طبعا زي ما بيقولوا في الدول العربية هنقد نقلبهم مع بعض انا طبعا كنت غليها قبليها و هطافل تلاجة فعمل اشتا كتير جدا فانا طبعا نزلته بالقشتا بتاعته يعني يكون لبن كامل الدسم عشان نيديك النتيجة اللي انت عايزيها حطيت فصين مستيكا و حطيت كوباية كبيرة من السكر ممكن تحطي كوباية و نص كوبايتين حسب التحليق اللي انت عايزيها و هنزل عليهم كمان بمعلقتين من النشا و معلقتين من الكريم جانتي انا عندي كريم جانتي بتعم الكريمة اللباني و هنزل بمعلقة صغيرة من الفانيليا السيلة ممكن تحطي فانيليا بودر او زي ما انت عايزة فرح كده دلوقتي انا قلت لها طبعا بتقلب الكريم جانتي و النشا مع بعض و هصفيهم و نزلهم على اللبن طبعا عشان ياخد القوام اللي انا عايزيهم اه طبعا انا بحب اصفي النشا و الكريم جانتي علشان اه لو في اي حتكتل ولا اي حاجة ما ينزلش في اللبن اه و يبوزي طبعا الواسط بتاعتي هفضل قلب كده طبعا طلعا محطة النشا خلاص لازم ايجي تبقى في الحاجة عشان ما يتكتلش مني لحد ما يدخن و يتقل معي بالقوام اللي انا عايزيه و زي ما انتم شايفين كده هو بدأ ياخد القوام الساميك اللي انا عايزيه اه بالتدريج كده اه وهنا كده وصل للتقل اللي انا عايزيه هبدأ ان انا اغرفه في الاطباق اه طبعا هو هيتقل لسه كمان لما يبرد اه في اطباق التقديم اه وانا عملت معكم كده كم طبع يعني غرفتهم علشان بس تشوفوه اه وهكمل طبعا بقية الاطباق انا اتنين كيلو حليب اه طالع منهم سبعتاشر طبع بالحجم اللي انتم شايفينه ده اه ما شاء الله وكان طعم حلو جدا جدا طبعا الكريم جنتي عطيله طعم حلو قوي اه وكده ان شاء الله وصفتي تكون خلصت النهاردة اه مع زوائي الاطباق بالمكسرات اه او الزبيب وخوز الهندة او الفراولة المتاح عندك ممكن تعمليه او متعمليش يعني اه حسب الرغبة اتمنى في اللي تقولوله يرأيكم في الكومنتات واتمنى ان تكون واسه ان شاء الله عجبتكم وتحطولي اللايك اه وما تنسوش الشير والاول مرة يشوف القناة منساش يعمل سبسكرايب لايك ويدوس على زر الجرس على كلمة تقول عشان يوصلوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة